السلام عليكم أصدقائي في فيديو نشرته منذ سنة تقريبا بأنوان القرآن لم ينزل عربيا أولا أو التوضيح بعض المسائل أولا أنا لم أقصد أن القرآن ليس عربيا هذه مسألة مفروغ من أجهة الذي أريد أن أوضحه أيضا أنني لم أقل بأن هذا القرآن هو ليس من الله أو من الله ليس هذا موضوعي على الإطلاق والمسألة الأساسية التي أريد أن أشير إليها والتي يجب أن يعرف جميع الناس بحقيقتها الآن أن العلوم القرآنية الآن أصبحت موضوع مختلف تماما عن كل ما نعرفه الأمر لم يعد بيد أحد وخرج عن السيطرة وخرج عن سلطة رجال الدين أصبح القرآن الكريم الآن تحت دراسة وإشراف ومعاينة وتدقيق وتحقيق ضمن المناهج المية حديثة دراسة القرآن أصبحت مسألة خارج إطار الدين ومسألة هذه ليست عادية وليست مسألة تتطابق بالضرورة مع التفاسير التي حدثت بعد ظهور القرآن بقرون وحتى يومنا هذا هذه القرآن تعتمد على علاقة بالقراءة بالنص الأيديولوجي الذي توارطناه بعد ظهور القرآن والذي تأسست على أساسه الإمبراطوريات والأمم والسلطنات القرآن الذي نتحدث عنه الآن أصبح مجموعة يعني هو ليس أكثر من طبقات من اللغات المختلفة طبقة تجد فيه طبقة سريانية فيه طبقة مندائية فيه طبقة عبرية وطبقة عربية قرشية يعني هو مجموعة من الطبقات المختلفة هاي كلها أنشأت نصا اسمه النص القرآني العربي فحتى عبارة أننا نزلناه قرآنا عربيا ليس بالضرورة مقصود بها أن هناك كائن عربي نزل أو أن هناك أمة عربية موجودة لا هذا القصد قصد أنه بلسان عربي أن هناك لغة عربية لكن هذا لا يحتم بالضرورة أن تكون قريش من العرب العرب تسمية حسب طرحتها بأكثر من الفيديو قبل فترة ما ذكر عنوانهم بالضبط قلت بأن القرآن أو العراب هم ليسوا العرب والعرب بشكل عام هم الذين لا يسكنون على المدن فكلما كلمة عرب لا تشير إلى جنسية ولا تشير إلى قوم من الأقوام إنما كلمة عامة تطلق على كل من لا يعتبر من رعاية الدولة الساسانية في ذلك الزمان أو رعاية الدولة الرومانية أو البيزنطية هذا كل ما في الأمر فكل شخص خارج هذا المطار يعتبر عربي وحتى يومنا هذا في الشام في الأراق يسمونه الناس الذين يعيشون في الأرياف أو يعيشون في البوادي يسمونهم عرب بالإضافة لهذا عندما نلاحظ حتى في الشمال أفريقيا في مصر في البلدان المغرب العربي أو المغرب العربي بالكلمة العربي أيضا عليها احتجاجات الآن شمال أفريقيا هؤلاء أيضا يسمون كل من يعيش في المناطق الأريافي يسمونهم عرب وكلمة عرب أصلا هي كلمة أصلها من غرب وهذا يعني احتمال الأكثر الأقرب للصحة أنه تعني الغرب وفي رأيي بأن القراءة الجديدة للقرآن ليس فيها إساءة لأحد وهي الهدف الأساسي هو كشف الحقائق بأتبار أن هذا الكتاب كتاب مقدس ويحظى باهتمام الجميع ومن حق الجميع أن يعرفون كل ما يتعلق به وهو الكتاب نفسه قرآن نفسه يدعو إلى التفكر والعقل والتعقل آياته وقراءتها بإمعان هذا الكتاب تعرض إلى عملية اختطاف كبيرة جدا عبر التاريخ وما زالت هذه العملية تستمر حتى اليوم من يحتاج على هذه القراءة المعاصرة التي تقوم على دراسات علمية دقيقة هو بالضبط شخص من الذين يتعاونون مع من اختطفوا هذا القرآن وجيروه لأنفسهم وحصروا إمكانية تفسيره والتعامل معه واستنباط الأحكام منه بطريقتهم أصبحت قراءة القرآن ليست مسألة خاصة بكل فرد على حدة إنما مسألة خاصة ببضعة أفراد وحتى أصبح من المعتاد إنما تتحدث عن تقرأ القرآن أنا بعض الأحيان أقرأها وأقول أنا هذا رأيي بها وهذه قراءتي فيحتاج الجميع وكيف تقرأ لا يجب لك أن تقرأ أنت لا تمتلك الأدوات اللازمة للقراءة وبالعكس هو القرآن يقول لك قرأ يعني أنه أنزلنا قرآن عربيا مبينة فهو مبين معناته واضح فأنت لماذا تحول هذا النص إلى نص خاص ويجب أن يقرأه ناس معينين ويجب أن نتلقفه من هؤلاء هذه حجة واهية وحتى لو فيها شيء من الصحة فهذا نوع من الاحتكار لكتاب ورسالة هو من أنواعها رسالة للناس أجمعين فكيف يمتلكها أحد هو القرآن أيضا نزل لكي لا يكون هناك حاجز بين الإنسان وربه وهو وجده والرسالة بررت مشروعيتها بهذه الحجة أن الأقدمون حرفوه وأن الكهنة قرأوه وحرفوا الكلمة أنه كان هناك رهبانا وما إلى ذلك وقصص وما إلى ذلك هؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضئه المعنى أنه الكلمة موجودة الوهد من المعاني هذه الآية أنه الكلام موجود والنص موجود وصحيح لكن التأويله أصبح مختلفا إنما يبتغون تأويله فهو اللي صار هذا وفعلا هي وكل نص هو يتحمل تأويل لكن دعوا جميع يؤولون ويتأولون ودعوا جميع يقولون ما يقولون لكن لا يمكن أن يقتصر رأي أحد على هذا يعني كل واحد يقول هذا رأي هو الصحيح وأن كل رأي آخر خطأ أضاف إلى أمر آخر أنه أصبحت قراءة القرآن تعطي معنى واحد وهذا الشيء لا يؤقل ولا يقبل أصلا لأن كل إنسان لديه قراءة خاصة لديه ثقافته لديه وعي لديه وعيه وممكن أن تقرأ القرآن بوعي بوعيك الآن المعاصر وممكن أن تقرأه بوعي تحاول أن تقرأه وتقرأ تأثيره في زمنه وأيضا تجد جذور هذا النص في السابقة عليه وهذا هو المهم جدا الآن والدراسات التي تركز عليه تقول لك أنه كثير من النصوص خاصة عندي بالحلقة التي نشرت عن بأنوان قرآن لم ينزل العربين وناقشت فيه قراءة العرامية السريانية للبروفيسور الباحث الكبير لوكسنبورغ وهو من أصل لبناني أو سوري ناقش هذا الموضوع هو يعني كرس حياته لهذا المشروع والرجل وجد جذور ومعاني كلمات سريانية موجودة بالقرآن وكلمات مندائية وكلمات عرامية وكلمات عبرية وحتى بعضها يعني واحد من الباحثين التونسيين الصديق يقول أن هناك بعض الكلمات يونانية هذا كله هو من حق الجميع أن يطرحون أراءهم وبالأكس أنا شوف لوكسنبورغ قدم قراءة فسر فيها كثير من الكلمات الغامضة في القرآن ولا يعني أنه عندما يفسر أنه يقول هناك الكلمة السريانية أنه انقلبت الدنيا وأنه لم يسبق قرآن عربية لأنه أصلا العربية من أين ظهرت العربية لم تهبط من السماء وهذا يعني هناك بعض من يصدق بهذا الشيء أو لجهله لكن العربية وجد لغة هي كائن حي أشبه بالكائن حي الناس تتفق على منظومة من العلامات والرموز والكلمات والعبارات التي تدل على مدلولات محددة هذه العملية يسير التفاعل وتصاهر وتزاوج وتقابل وتعارض واستعارة ومجاز يعني الحياة بأكملها كاملة داخل اللغة هي اللي تشكل اللغة خاصة بها هي اللي تصنع بعد ذلك اللهجات كل منطقة وظروفها وطبيعتها وبيئتها والظروف التي تتعرض لها والتجارب التي يمر بها الناس هذه كلها تداخل وتعوامل وتولد لغة خاصة هذه اللغة العربية هي هكذا فبالضرورة اللغة العربية لم تظهر هكذا بدون جذور جذورها هي واضحة ومعروفة ولا أحد يستطيع أن ينكرها يعني ليست مسألة أنا أقترحها هذه جذور هي واضحة من عائلة اللغات التي تسمى عائلة اللغات السامية ومنأتها هي العائلة الكبيرة اللغة السامية بعد ذلك تفرعت إلى آرامية واللغات السامية الشرقية وغربي الشرقية هي في العراق مناطق الآشورية والأكادية والبابلية والغربية اللي هي تفرعت منها الآرامية ومنأتها الكنعانية وهي العبرية هي جزء من الكنعانية والخريطة معروفة يعني ليست وبعد ذلك الآرامية قدم فئة من الآرامين انتموا إلى الدين المسيحي أطلقت عليهم تسمية السرياني وأصبحت ونشأت لغة لهم سمية السرياني الذين انتموا وعندما ظهر القرآن ودعا إلى دين جديد كان يبدو آني في رأيه وهذه ضريتي أنه كل دين جديد لا يجب أن يمتلك لغته الخاصة هكذا حدث مع العبرية قالوا احنا لدينا لغتنا الخاصة وبالضبط هو عندما يكتب نص يستعير من يعني يأخذ كل الارث الثقافي في الموجود في المنطقة أو هذا الرصيد أو الخزين الثقافي الموجود في المنطقة التي يظهر في هذا الدين مثل ما ظهر العبرية استعار من الدين المصري من الأديان البابلية والأشورية والإراقية وأيضا من الأديان الكلعانية والشعوب المنطقة والقصص فأخذ ما يعجبه وما يرق له والضفها داخل دين جديد هذا التوظيف ولد بصلاحاته ولد أفكاره واللغة العبرية أيضا هي نوع من لهجة من لهجات الكلعانية قد ما تحولت إلى نص هذا النص أصبح نصا مكتوبا وولد لغة جديدة حقيقية اللغة قد ما يتم تدوينها تتحول إلى لغة كلاسيكية هذا رأيي ومثل ما حدث بالقرآن ثبت اللغة وأصبحت من ذلك لغة وقاعدة ومرجعية لنص أساسي هو نص القرآني التوراة النص اليهودي أصبحت اللغة العبرية مرجحة الأساسي هو التوراة وكذلك النص المسيحي أصبحت مرجعيته إلى السريانية مرجعيته إلى الإنجيل أو البشارة فبالتالي وهذا هي جزء من لهجة آرامية السريانية لهجة آرامية الأبرياء لهجة آرامية كنعانية العربية هي أيضا لهجة آرامية وكل واحد أدى موجود في منطقه لكن حدث الظروف أن كل واحد منهم أنتج كتابا المندئية أيضا لديها نص خاص بها في جنوب العراق وأنتجوا اللغة المندئية ولديهم كتابهم الخاص فهذا اللغة هي مترافقة مع النص المقدس ولهذا السبب هذا يخلينا نفهم لماذا اضطر الفقهاء والذين كلفتهم الدولة العباسية الدولة العباسية أنشأت الدين الإسلامي وأسست الدين الإسلامي ودعت المثق في ذلك الزمان وكتابة ومفكري وفقهاء وعلماء ذلك الزمان إلى أن يؤسسون هذا الدين ويضعونه على قواءة صحيحة وضمن اللغة الجديدة لماذا اللغة الجديدة؟ لأن كان هو الأسلوب الساد أنه اللغة الجديدة الدين الجديدة تطلب لغة الجديدة وهذا الدين يحتاج إلى نص نص مقدس النص المقدس أين هو؟ كان هناك كلام يدور بين الناس أن هناك كتاب يشمل فيه كل شيء وهذا الكتاب مجرد أن نعتر عليه هو فيه كل ما نشاء وجدوا هذا الكتاب أين؟ في دولة قريش حكام دولة قريش قالوا لا لدينا هذا الكتاب هذا الكتاب موجود لديناه وأنزلناه قرآن العربية إذن إحنا راح نسوي لغة عربية بدأت الحركة بدعم من بقرار سياسي من الدولة العباسية وظهر الفراهيدي وظهرت يعني مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة اللغوية وأسسوا اللغة العربية ويشتغل صراع بين الفراع وبين سيبويه والخليل الفراهيدي وهذه البجموعة العلماء اللغة في ذلك الزمان وهذه المدرستين بعد ذلك انتصرت وهنا المدرستين وانتشرت بالعالم العربي بأكمله أصبحت اللغة الرسمية هذه اللغة العربية قبل هذه المؤموين بأيام هشام بن عبد الملك قرر بأنه يكون هناك اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدواوين الدولة الدواوين الدولة هي بتمشي على الطريقة البيزنطية وبعد ذلك الساسانية فتمت استعارة كل شيء من خلال هذا هذه الحصيلة فالدولة الجديدة الإمبراطورية جديدة قل احنا مختلفين لا احنا دولة الساسانية ولا احنا دولة رومانية ولا يجوز ان تكون هناك اللغة رومانية ودين ايضا خاص بتلك الامبراطورية. تلك الامبراطورية لديها دين مسيحي. دينها مسيحي تثليثي اي شيء يعني. المهم ما احنا لازم لابد ان نختلف. لابد ان يكون لدينا ديننا الخاص ونصنا الخاص وايضا لغتنا الخاصة. هذه النظريت يعني. وانا اعتقد بانه عندما نبحث عن بهذا الاتجاه اعتقد راح نجد ادلة كثيرة جدا. انا قدمت بعضها. ولكن اه هذه النظرية عامة تحتاج الى كثير من البحث والتدقيق. لكن هي عموما اه انا وصفت الشكل العام المخطط العام لها. وهو ان هناك امبراطورية اسسها مجموعة من الفاتحين. لظروف ما لا نعرف. فهل حدثت عملية فتوح اسلامية. فتوح كاي شيء كان. اه طبعا مسألة غائمة وعائمة وغامضة جدا. لكن انا رأيي بانه حدثة ما حدثة. وسيطرة معاوية. وما لا نعرف بالضبط ماذا قبل معاوية. اه هناك اشارات لوجود نبي اسمه محمد. وهنا لك اشارات لوجود يعني موثقة. اه لشخص اسمه عمر. وهنا لك اشارات موثقة لشخص اسمه ابو تراب. كلامه لغط وهنا لك اساطير بدأت اساطير معاصرة يعني زمننا هذا. بناء على هالحدوتين هنا الناس بعضهم سووا قنوات خاصة بس تتحدث عن هاي الاساطير. لكن هي بالحقيقة مجرد اه سطور صغيرة موجودة اتروا عليها بعض الكتابات من اه سي بيوس وغيرها وجماعة يعني عقيدة اه يعقوب وهاي اللصوص التي نشرتها اه باتريشيا كوك وتبدو عليها وقالوا انه هذي كل واحد راح يعني شغلة المخيلة. واسس هو الناس هناك الان متعصبون لهذه الفكرة بالمناسبة. متعصبون ويزعل ويختلف معك ويعني يحط عليك بلوك لانه مجرد انه انت خالفت في هذا الرأي. على كل حالية الدين الاسلامي تم تأسيسه بناء على الارث الموجود في تلك المنطقة. والقرآن نفسه هو يعترف بهذا الشيء. ليس بالامر السري هو القرآن نفسه يقول نحن احنا لم نأتي بشيء جديد. هذا هو الكتاب الاصلي احنا جبنا وخلصنا من الشوائب التي الحقها به الذين يحرفون الكلم عن المواضيع بالتعبير القرآني. فبالتالي هذا الدين الجديد يحتاج لغة جديدة. والدولة الجديدة موجودة طبعا للقوة هي الاساس السلطة التي تؤسس هذا الدين هي موجودة. مثل ما وجدت السلطة التي اسست الدين المسيحي على الطريقة اللي اختاره بولوس ومجمع نيقيا وما الى ذلك. اسسوا هذا الدين المسيحي. مثل ما اليهود ايضا اسسوا دينهم بطريقتهم الخاصة. اه وكان السلطة لديهم سلطة ما على 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 شعبهم اليهودي. هاي السلطة طبعا معروفة اليهود متماسكين الى حد بعيد جدا فيما بينهم. وآآ عبر التاريخ. وهذا هو اسس لهم آآ دين وآآ شافوا الاخرين بدأوا يعني يديهم نصوص المقدسة وآآآ فبدأ آآ آآ اليهود آآ يضعون الاسس الصحيحة لدينهم آآآ وفي ووقت نفس اللي ظهر به الدين المسيحي. او آآ نمى وكبر الدين المسيحي وتأسست آآ يعني العلومة الاساسية. او العلم اللاهوت وتأسيس الفلسفة من قبل اغسطين. اغسطينوس وغيرها. القديس اغسطين اللي مولود في تونس. المهم هذا اللي حدث آآ اجل الاسلام. الاسلام اللي هو نتيجة للاتراض على هذه العملية التأسيسة التي تحدثت من قبل اليهود. ومن قبل الديالة المسيحية. وآآ المسيحية انتسبت اصبح الداعم الشرعي او المتبني الشرعي لها هو الامبراطور الروماني وبعد ذلك ايضا امبراطور البيزنطي. وحدثت خلافات ما بينهم. هذا استمر الموضوع. آآ اجل الدين الاسلامي هو الذين تمردوا على هذا الولاء للرومان. اعتبروا انه مثل خيانة. يعني بالضبط انه كما انه تقول انه الان هذا الدين انشقة آآ وآآ انتبرنا العقيدة الامريكية مثلا. الرومان كانوا مثل الدولة الدولة العظمى الكبرى الامريكية. فشعوب المنطقة كانت دسبة كبيرة منهم. تعتبرها محتلون وغرباء على عن عن اه ارضهم. مثل ما نحن الان. فالدعوة المحمدية وسبقتها دعوات كثيرة. يعقوبية والاريوس وغيرها. رضوا التثليث. انا برأيي لي يعني انا لسه بمكتبة حين في هذا الموضوع ولا ادعي. لكن انا من خلال قراءاتي توصلت الى هذه القناعة. وهي قناعة ممكن ان تخضع النقاش. وممكن اتراجع عنها اذا اثبتت اشاء آآ آآ عكس هذا المنطق. فانا رأيي انه هؤلاء آآ تحالفوا آآ آآ مع الرومان. فاصبحت ديانة مسيحية مثل آآ ديانة آآ خاصة ديانة تثليث آآ الكاثوليكية اصبحت آآ هي ديانة آآ تعتبر اجنبية. او آآ دولة حلفاء الرومان. واصبحت يعني اشبه بخاصرة بآآ يعني اتبروها شيء مرفوض وغير مقبول. فهذا ادى لظهور حركات تمرد. لانو الدين كانوا مش مسألة الدين. يعني الان نعتقد الدين مسألة آآ اتقاد وإله وآلهة. وان هذا الاله الحق وهذا الدين الصحيح وذلك الدين الخطأ. هي المسألة ليست هكذا. المسألة كان نظام الالاقاء. النظام الحكم هو يقوم على آآ يعني من قرن الثالث قبل ميلاد الى القرون الى الان آآ في مجتمعاتنا يعتبرون ان الدين هو مصدر الشريعة ومصدر الحكم وهو الذي آآ يمنح شرعية للحكام وللامبراطوريات والدول الموجودة. فبالتالي قد ما يقول ان هذا الدين الصحيح وان ذلك الدين غير صحيح هو لا يعني انه هنالك الاله صحيح هو لا خطأ. لا هو يعني بانه هذا النظام الذي نحن نعتبرناه هو النظام الصحيح. وآآ آآ يتبنى الدين التفتيثي المسيحي. المسيحية عدما تتولد تتلقى الدعم من الرومان ومن البيزنطينيين آآ فبهذا معناه هذا نوع من الخيانة ونوع من الكفر ونوع من الانحراف عن الدين الصحيح. معنى انحراف عن الدين الذي تطلبه الناس. الانحراف لانه هؤلاء يعملون لصالح الرومان او هم حلفاء لهم وبالضرورة لا يعملون في صالح الناس. هكذا انا افهم الامور. آآ آآ لان لابد ان نزيح المقدس عن الطريق حتى نرى التفاصيل بشكل دقيق. ولان لا نجعل المقدس هو الذي يقودنا آآ آآ لفهم ما يجري. هذا آآ 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 هو سبب المشكلة التي نعاني منها كثيرا. والتي تدخلنا في مطبات وخلافات نحن في غنائنا. نحن نريد ان نفهم ما جرى. لان فهم هذا ما جرى هو بالتالي يؤدي الى فهم انفسنا العميقة. فهم هذا الذاكرة ما زالت حية في واقعنا. وخلينا نعرف سبب كل هذه الخلافات. لماذا هنالك الشيعة? لماذا هنالك سنة? لماذا هنالك آآ يزيديين? آآ مندائيين? هناك آآ اسماعيليين? آآ بهايين? هذه كل هالاشياء. لماذا هنالك اربع مذاهب او عشر مذاهب? لماذا هنالك اباضيين? آآ قرامة ظهروا في فترة. هذه كلها وخوارج ما معنى خوارج. آآ لماذا هنالك اربعين آآ مذهب شيعي مثلا. واربعين مذهب. لماذا تخرج حركات مسلحة مثل داعش وطالبان لحد هذا اليوم? فهذه كلها اسئلة مهمة لانه تطلع من هذا الكهف الديني الذي عمره آآ 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 ٢٥٠ عام من ايام آآ اشتياح اسكندر لبلدانه بلدانه بلدان المنطقة. فبالتالي هو هذا القرآن عندما نجد وانا نقرأ والحركات والخلافات والصراعات هو كان نتيجة إلها وتم اختياره من قبل سلطة سياسية لديها القوة والبطس والقدرة على فرض رأيها على الجميع من قبل قادة امبراطورية عملاقة هي الامبراطورية العباسية اللي كانت تمتد من حدود الصين إلى حدود إسبانيا وفرنسا فهذه القيادة العملاقة هي اللي فرضت وهي اللي مولت وهي اللي أصدر القرار السياسي لتفسير القرآن ووضع علوم اللغة العربية كانوا بحاجة للغة العربية وكانت اللغة العربية بالمناسبة لغة البلاط ويجب أن نعرف هاي الحقيقة وكانت هناك منافسة بين الرجال الطبقة العليا على أن طبقة يعني هناك طبقة ثانية دائما نقول طبقة العامة والتجار وبينهما الطبقة الرفيئة على المستوى طبقة أهل الحل والعقد اللي هما طبقة الحكام ومعهم رجال الدين وبينهما طبقة رجال العسكر الذين يحمون الطرفين لكن هما يميلون إلى الطرف القوي أو الطرف الكهنوتي السلطاني فهذه هو السيستم الموجود فبالتالي هؤلاء قالوا احنا لغة العامة لا تريق بنا ونحن لدينا لغتنا الخاصة وكانوا يتبارون فيها المسألة الصراع بين سيبويه مثلا على سبيل المثال الصراع بين سيبويه وأعتقد الفراء يمكن راح من بالي اسمه المنافس مالتا الفراء أو راح أعتقد فراء فعدما راح إلى بلاط أبو جعفر المنصور أو أذكر هارو رشيد ما أذكر بالضبط رجع مات لأنه سبب الخلاف بيناتهم أنه كانت منافسة في تقديم كتاب إلى الخليفة فهو قدم كتاب الكتاب اسمه كتاب لحد الآن هو أساس علم النحو والصرف يعني لا وجود لأي منافس له فرجع على حدود البصرة في الأبلة أو منطقة من الأبلة يعني يقال أنه حدث يديه فتق أو شيء يعني بسبب نفسي لأنه الصراع بينه وبين ذاك المنافس مالتا اللغوي فمات بسبب هذا من القهر يعني مات مات قهرا متمدا وغيظا لأنه الخليفة لم لم يجزيه لم يجزي يعني أعتبر ما عمله ليس لا يستحق الاهتمام بينما وهذا المنافس مالتا يقول أنا إلى أن متت كان كتاب الكتاب يعني أنا مقعد وتحت وسادتي كتاب سيباوي هو نفس المنافس مالتا يعني تخيلوا المفارقة ليس زجاج هو الفراء اعتقد الفراء أنا مش ضليقة هاي من زمن بعيدة كنت أقرب قضايا الألوم اللغة العربية على كل حال القرآن الكريم هو الآن الذي ذكره بأنه أن القرآن الكريم هو عبارة عن طبقات من اللغات طبقات من الأفكار طبقات من الصراعات الفكرية طبقات من الصراعات السياسية لكن هي مشكلة الكتاب غامض جدا ومن جمعه لم يجمعه مجموعة من الناس العارفين مجموعة من الناس العاديين جدا حسب الروايات الموجودة زيد بن حارثة هو شاب صغير وأيضا هناك واحد سعيد بن العاص سعيد بن العاص شخص ما لا علاقة باللجنة التي تشكلت لجمع القرآن لجنة عجيبة غريبة لا ليس يعني مهم هم كان يعني هم بسطاء وقالوا ها خلاص احنا نجمع هاي الصعوبة الموجودة ووضعها وأثمان كان رواية مشهورة بينه وبين عبدالله ابن الزبير كان شاب صغير بالسنة ايضا وحتى كان يقول لها هناك آية خاصة بال اعتقد العدة الاربعين المرأة اللي قد ما تتطلق عدة الاربعين كانت هناك قبلها حول كامل عدة الطلاق يعني انه عدة ما تتطلق او يموت عنها زوجها فعليها عدة تستمر حول كامل يعني الحول كامل هو سنة قمرية وهناك آية بهذا الخصوص ايجي عبدالله ابن الزبير قال لا ونزلت آية بعد ذلك اخرى قالت بان عدة المرأة هي اربعين يوما بعد الفصال عن زوجها او الطلاق او الموت والآية جديدة نسخة القديمة فعبدالله ابن الزبير قال لا هذه يعني ليش تحطها لان هذه تنتهت الآن الآية الجديدة هي أربعين أربعين يوما لأدت المرأة قال لا 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 افعل شيء موجود خليها مثل ما هي لا تمسوا اي شيء هذا يعني وهي طبعا هذه الآية سببها انه الرسول كان يريد زوج ام سلمه لان هو ارسل زوجها للمعركة لغزو من غزوات المسلمين وعلى مجموعة من العشائر ما عرف غزوهم غزو وكان مصاب فراح هو مصاب فأيضا هنالك يعني رجع ومات بسبب جروح اضافية او بسبب الجرح الاصلي لانه خرج وهو مصاب فتضاعف جرحه ومات بسببه بعد موته نزلت الآية لانه رادي تزوجهم سلمة وقعد لها على الباب وبعد بعث لها عمار بن ياسر وبعث لها عمار بن خطاب ويعني تتمرات اربعة وكانت تتحجج وتأتذر قاية تانا امرأة عدي ايال وترجى تفرغ الايالي فآخر شي جاء عمار قالها خاف لا تلحين بالموضوع يعني ما معناه بعد ذلك تزوجت الرسول وحسن اسلامها وكان اخوها من الكفرة طبعا من المطاردين بعد ذلك صار هو نصب الرسول على عاكم لصنعاء في اليمن وهو كان من يعني من الهاربين يعني كان من المشركين يعني اخوها المهم هذا موضوع مو مهم المهم هو انه الفكرة انه الذين جمعوا القرآن ومن بينهم اثمان نفس الخليفة ليسوا متضلعين بالموضوع سعيوا من كبار الصحابة مبشرين بالجنة لكنه حتى عمر ايضا ليسوا من المتضلعين بالقرآن ولم يصل لنا لدينا شيء يتحدث عنهم يعرفون لديهم ما عرف واسعة بالقرآن وكانوا يشتكون بعض الكلمات لا يعرفون معناها مثل ابا فاتلك فاكهة لا يعرف ما عرفون ابا ولم يكن هو الموضوع المهم كان موضوع الفتوحات والسياسة والسلطة والتحكم بالناس والجبي الأموال والضرائب وجمع الجواري والشغل يعني الدنيا من الترقية يعني حالة حرم سمرة وهذا الناس قال لك أوكي صارت مشكلة في ارمينيا صار صراعي بعدها بين بعض المقاتلين ايجي حديث ارمينيا يمان قال هنا الحق يا رسول يا خليفة رسول الله هناك مشكلة ايجي اثمان قبل عمر هو صاحب الفكرة الاساسية هو عمر نفس جمعوا وقالوا هذا خلاص عملية تجميع هاي صارت هي المشكلة ايجي الان بعدها استمرت يعني صارت بضاعة للسياسيين وبعد ذلك صارت مادة للحروب فيما بين المسلمين جميعا ولحد هذه اللحظة نعاني من هذه الحروب بسبب هذا النص المقدس الذي اصبح هو بدلا من ان يكون هدى كما يفترض اصبح محطة خلاف وصراع ومحطة يعني اصبح من يمتلكه يصبح لديه الحظوة الكاملة ويتحول الى كالمقدس اي مجرد ان تمتلك هذا الشيء وتدعي انك تفهم هو وتفرض رأيك وقولك فيه يصبح تصبح انت المقدس محله يعني من يمسسه يصبح مقدسا اي واحد يمسسه دون مشورتك بعد ذلك سيصبح كافرا ومدنسا و يعني قال في كتاب الله ما يجب ان لا يقال الخلاصة القرآن الكريم هو نتاج نضح القرون الماضية عليه وليس الذي وصلنا والذي فهمناه منه هذا كل يجب ان نضعه جانبا يعني كل القصص بسبب النزول واسباب نزول وما على ذلك والقصص التي ألفت يعني نسبة كبيرة أنا حسب ما طلعت نسبة كبيرة جدا من الآيات تم تأليف قصص عليها يعني ليست منها لما قضاء زيد منها وطرة هذه قصة تجدها مشابهة لقصة أورية مع النبي داود أو الملك داود وهو يسمى يعني لا يتبرونه النبي اليهود لكن الحقيقة هو النبي الملك بالنسبة اليهود هو أكبر من النبي لكن هذا موضوع ثاني المهم فهي نفس القصة تجاه قصة مشابهة وكذلك قصص كثيرة جدا هناك فبالتالي أنا اقترح بأنه هنا كل التفاصيل الموجودة الآن عبر التاريخ هي تصبح مصدر لكن مصدر غير موثوق به لأنها كانت تبني القصة على قراءة محاولة ترجمة النص بطريقة عربية عربية وهذا كان الخطأ الكبير وليس كان الهدف متعمد لأنه كانوا يريدون تأسيس لغة عربية يقول لك أنا ويريد أن يأسس دين إسلامي ويقول لك أنا أروح أستعير وأستعين بالدين اللغة الآرامية واللغة السريانية واللغة العبرية فأنا أصلا داخل المنافس عليهم فأنا كيف ممكن النص المسيحي يقول كذا والإنجيل في الإنجيل هذه الآية موجودة لدينا ما يشبهها يعني كارثة فكانوا مجبورين يأسسوا اللغة من الصفر ويقطعون أي صلة لهذا الكتاب بأي نحلة أو أمة أو لغة أو قومية أو دين آخر هذه هي القضية التي أساسية وهذا هو سبب كل الإشكالات التي تنعاني منها الآن كل الإشكال الآن ومنذ تلك اللحظة لأنهم أنسسوا دينا ولغة ودولة وسلطة على أساس موجود لكنه فسروه بطريقتهم وصنعوا منه كل السردية التي نعيشها حاليا أنا لا أقول السردية التي حدث ما حدث لا أقول علينا أن نلغي هذه السردية نلغي إيماننا نلغي معتقداتنا ولا نعترف بمداهبنا لا أقول هذا الشيء لكن أقول علينا أن نراجع ما حصل ونفهم ما حصل وشكرا جزيلا مع السلامة